قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زلينسكي أن الوضع على الخطوط الأمامية في شرق البلاد يزداد صعوبة وأن روسيا ترسل مزيدا من القوات إلى ساحة المعركة وضف زلينسكي أن الوضع على الجبهة صعب جدا وتحديدا في بخموت وأفوليدار وليمان واتجاهات أخرى هذا وتحرز القوات الروسية تقدما بطيئا في منطقة دونباس حيث تطوق مدينة بخموت شمالي دونتسك وتقوض المعارك للسيطرة على طريق قريب هو طريق وإمداد رئيس للقوات الأوكرانية كما تحاول القوات أيضا السيطرة على بوليدار الواقعة جنوب غربي دونتسك